بسم الله الرحمن الرحيم كان لقاء طيب مع معالي المدير العام والمسؤولين عن مختلف القطاعات في المنظمة اطلعنا على المشروعات اللي بتعملها المنظمة في مختلف الدول والحقيقة هي مشروعات كبيرة ومشروعات عملاقة وبتختص قطاعات معينة سواء بالنسبة للتعليم أو الشباب أو الثقافة والمنظمة بتحاول تحط إطار عملي لمشروعاتها يتم تنفيذه يعني لا تصدر توصيات بتبقى صعبة التنفيذ ولكن توصيات يعني بترى النور على أرض الواقع بصراع تناقشنا حوالين كثير من المشروعات واستمعنا إلى خطة عمل المنظمة في كل المجالات واتفقنا على أنه يبقى فيه تعاون وتبقى فيه بيننا مشروعات مشتركة والجزء اللي بيتعلق بالإعلام احنا عارفين أن الإعلام في الفترة القادمة هيتعرض لتحديات كبيرة بتتمثل فيه الثورة الصناعية الخمسة وأيضا فيه الزكاء الاصطناعي فيه وظائف إعلامية كثيرة يعني هتختفي وفيه وسائل إعلامية جديدة هتظهر ده مطلوب أننا نتعاون جميعا ندرس مثل هذه الأمور لتأهيل الشباب لأنه ليس من العادل أننا نحط الشباب ويمنحوا شهاداته في النهاية لا يجدوا فرص عمل فالمهم هنا أن تأهيل الشباب توظيف الشباب بحيث أن الإنفاق الكبير عليهم يخدمهم أولاً ويخدم قضايا التنمية في بلادهم